تحية طيبة مشاهدين لما كنتم أهلا بكم إلى جولة عبر أبرز ما تم تدوله على الصحافة اليوم وأبرز العنوين الصادرة في الصحافة العربية والأجنبية البداية من صحيفة المجاهدة الجزائرية رسالة من الرئيس الجزائري بمناسبة اليوم الوطني للذكرى لن يتم تقديم تنازلات في ملف الذاكرة إذن الرئيس تبون الجزائر عازمة على وضع ملف الذاكرة في مصار شفاف حيث قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن البلاد عازمة في جزائر جديدة سامقة وفية على أن تضع ملف التاريخ والذاكرة في المصار الذي نتمكن فيه من إضفاء كامل الشفافية والنزهة الموضوعية بعيدا عن أية مساومات أو تنازلات وفي رسالة وجهها الرئيس الجزائري عشية إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد لذكرى مجازر الثامن من ماي نفس الأمر تكلمت فيه صحيفة المساء وقالت مبرزا مآثر الوطنيين الأحرار الثائرين في الثامن ماي الرئيس تبون لا مساومات ولا تنازلات في ملف الذاكرة والتاريخ إذن أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس عزم الدولة الجزائرية على إضفاء كامل الشفافية والنزهة والموضوعية في معالجة ملف الذاكرة بعيدا عن أي مساومات أو تنازلات معربا عن تطلعه إلى إحراز التقدم المأمول في هذا المصار في المدى القريب ننتقل بكم إلى صحيفة الشرق الأوسط ومع حوار حصري أجرته صحيفة الشرق الأوسط لوزير الخارجية أو مع وزير الخارجية الصيني قال فيه مقومات عصرية لعلاقتنا مع السعودية وأكد أن تايوان خط أحمر وقال أن مؤشر تايوان مؤشر لعلاقتنا مع دول العالم غانغ قال للشرق الأوسط أن علاقة بكين مع الرياض ترتكز على مقومات عصرية جديدة وأكد مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني تشين غانغ أن استراتيجية علاقة بلاده مع المملكة العربية السعودية ترتكز على مقومات عصرية جديدة وأن بكين تضع الرياض في موقع متقدم للديبلوماسية الصينية اتجاه الشرق الأوسط وحذر من أن المساعي الأمريكية لاستعادة تايوان ضد الصين تخرب النظام الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية بشكل كبير دائما في صحيفة الشرق الأوسط وإلى عنوان آخر أبو الغيط يمكن للأسد أن يحضر القمة العربية المقبلة إذا رغب حيث قال الأمين العام للجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي أمس الأحد عقب اجتماع لمزراء الخارجية العرب إن الرئيس السوري بشار الأسد يمكنه المشاركة في القمة العربية الثانية وثلاثين المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية إذا رغب وأضف أبو الغيط أنه لسوريا الحق بالمشاركة طبعا في كل الاجتماعات وعندما توجه الدعوة لحضور القمة العربية للدول العربية الأعضاء من قبل الدولة المضيفة لقمة وهي المملكة العربية السعودية فإن الرئيس السوري بشار الأسد قد يشارك بالقمة إذا رغب بذلك صحيفة الوطن السورية عادت إلى نفس الأمر وقالت ترحيب عربي بعودة سوريا إلى الجامعة العربية وقالت الصحيفة من جانبها أن وزارة الخارجية السورية قالت الأحد أن دمشق تلقت باهتمام القرار الصادر بعودتها إلى مقعدها في الجامعة العربية وذكرت الخارجية السورية في بيان نقلت وكالة الأنباء السورية أن دمشق تابعت التوجهات وتفاعلات الإيجابية التي تجرى حاليا في المنطقة العربية والتي تعتقد أنها تصب في مصلحة كل الدول العربية وفي مصلحة تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لشعوبها أوضحت أن المرحلة القادمة تتطلب نهجا عربيا فاعلا على الصعيدين الثنائي والجماعي يستند على الحوار والاحترام المتبادل ننتقل بكم إلى صحيفة القدس العربي وعادت لأحداث السودان وللمفاوضات الجرية وقالت مفاوضة السودان تباين في الردود ومقترح هدنة تحت رقابة أممية إذن تواصلت المحادثات التقنية بين ممثلي الجيش أو ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة سعودية أمس الأحد حيث قالت مصادر مطلعة للقدس العربي إن الوسطاء قاموا أو قدموا مقترحا للطرفين بإعلان هدنة تحت رقابة أممية واستغل مفاوضة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين جريفيت المفاوضات لزيارة جدة للقاء الطرفية النزاع ولبحث إصال المساعدات للسودان معها العربي الجديد خصصت ملفا عن الاقتصاد الصيني قالت مغامرة السعود الهندي وتساءلت هل تكون الهند الرابح الأكبر من سياسة احتواء الصين وقالت في هذا الشأن يحمل تغيير موازين القوى في المصرح الدولي فرصا لدول وانتكاسات أخرى وفي وضع الهند فإن حالة الاستقطاب المتزايد بين الولايات المتحدة والصين تحمل فرصة تاريخية لهذا البلد للاستفادة من الصراع القائم بين بيكين وواشنطن من أجل تحصيل مكاسب اقتصادية وسياسية ما يضع الهند في موقع متقدم بين القوى الكبرى ننتقل إلى الصحف البريطانية الڭارديون والتايمز وذيسان وأغلب الصحف البريطانية عادت لحفل تتويج الملك في يومه الثاني وطبعا تستمر الاحتفالات في بريطانيا وقالت خطاب مؤثر من الأمير ويليام في حفل التتويج الموسيقي حيث مع استمرار احتفالات التتويج يحتفل الأمير ويليام بوالده الملك شارلز فبعد يوم واحد من تتويج الملك شارلز والملكة كاملة اجتمعت العائلة المالكة في ساحة قلعة ويندرسون يوم الأحد طبعا لحضور حفل التتويج الموسيقي حيث ألقى وريث العرش أمام حجد كبير خطابا مؤثر مقتبس من خطاب تتويج الملكة إليزابيت في عام الف وتسعمائة وثلاث وخمسين مشاهدينك كانت هذه أبرز العنوين الصادرة في الصحف العربية والأجنبية لنهاري يوم نلقاكم بعد اللقاء قليل في فترة خلاءات ابقوا معنا